موسيقى طيب الله أقاتكم بكل خير مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صباحات بلقيث في هذه الحلقة حلقة نهاية الأسبوع يسهدنا صباحكم وصباحك وديان وصباحك سمية وصباح كل المشاهدين اللي قرروا ينضموا لنا في صباحنا وفي حلقتنا اليوم من صباح بلقيث في حوارنا الرئيسي بنتكلم عن أنظمة الـ iOS والأندرويد المميزات والاختلافات وأيضا مشاهدين حيكون في معنا حوار عن الدراسة في الخارج ونصائح وأجوبة على الأسئلة الشائعة وبنشوف العديد من التقارير من محافظات مختلفة ودول متعددة شاهدين ما تنسى تابعون الآن على البث المباشر الخاص بقناة بلقيث حياكم الله مشاهدين وزي ما عودناكم نبدأ معكم بأخبارنا المنوعة ومن اليمن أقام اتحاد نساء اليمن فرع محافظة لحج حفلا ختاميا لمشروع التنكين الاقتصادي للنساء من أجل السلام الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تخلل الحفل عرض منتجات وإبداعات المستفيدات من المشروع في مجال الجرافيكس والتصوير وصيانة الموبايل وصناعة المنظفات لعدد 60 متدربة كما جرى تسليم المتخرجات من المشروع شهادات المشاركة وتكريم المدربين والشخصيات التي تفاعلت لإنجاح هذا المشروع ويتطلع الاتحاد إلى المزيد من المشاريع التدريبية الاقتصادية في مختلف مديريات محافظة لحج لشريحة النساء المعيلات للأسر لما لها من نتائج إيجابية في حياة المستهدفات موضوعات تمكين المرأة دائما تعود بشكل إيجابي على المجتمع بالأخص مع هذه الفترة التي تمر فيها اليمن وارتفاع نسب البطالة بين أوساط الشباب تمكين المرأة يعني مهارة يعني دخل إيجابي لها ولكل أفراد الأسرة فعلا وننتقل الآن من محافظة لحج إلى محافظة تعز وكرمت مدرسة الشهيد محمد الدرة أكثر من ثمانين طالبا وطالبة في حفظ القرآن الكريم وعلومه بمنطقة بني يوسف جنوبي تعز شمل التكريم سبعة من حفظة القرآن الكريم بفئة المصحف كاملا وقرابة سبعة وثلاثين طالبا من أوائل المدرسة بمختلف الصفوف ونحو واحد وثلاثين من الحاصلين على الترتيب الثاني بالمدرسة وخمسة طلاب ممن حصلوا على الأول مكرر في مصابقة القرآن الكريم كما كرمت المدرسة حوالي سبعة عشر مدرسا ومدرسة وحصلت مدرسة الشهيد محمد الدرة على الترتيب الأول على مستوى محافظة تعز في حفظ القرآن الكريم في المسابقة التي أقامها قسم الأنشطة بمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز وتزامن تكريم الطلاب المتفوقين بالاحتفالات بذكرى السادس والعشرين من سبتمبر لمال العلم من أساس في تعميق مفاهيم الثورة وإنهاء الجهل والتخلف ألف مبروك لكل الخارجين والخارجات وفعلا هذه السنة يمكننا مختلفة لأنه تزامن مع الأعياد الثورة صحيح وفعلا وخير ما نستفيد فيه الوقت بقيام هذه الأنشطة المفيدة التي تفيد الشباب وبالأخص حفظ القرآن الكريم كلنا نعرف هذه القيمة العظيمة ونسأل الله لهم كل التوفيق آمين يا رب ومع الطلاب والطالبات ولكن هذه المرة من لبنان سجلت الطالبة اللبنانية غصون البحري من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية براءة اختراع في مجال النباتات الطبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة تتعلق البراءة باستخدام مستخلصات قشور الرمان الداخلية والخارجية بطريقة آمنة وطبيعية 100% في صنع علاج مرهمي موطعي طبيعي تأكدت فعاليته في علاج جروح نماذج الأرانب التجريبية على اعتبار أن عددا من الانزيمات المسؤولة عن آلية التواؤم أو التئام الحروء الجروح لدى الأرانب تعمل بطريقة لتلك الموجودة في جلد الإنسان ومن المعروف أن الرمان فاكه قديمة استخدمت لعلاج مجموعة من الأمراض المتنوعة وثبت علميا أنها تحتوي بجميع أجزائها وخصوصا القشور على جزيئات نشطة بيولوجيا تجعلها بديلا طبيعيا مضادا للأكسدة والالتهابات وخاليا من الآثار الجانبية وبنفس كفاءة المنتجات الكيميائية التجارية فعلا كلنا نعرف الفوائد الكبيرة من الرمان حتى أنه دائما في كل بيت في اليمن لما يجي موسم الرمان ننشفه في السطوح ونعمل بودر ونحطه في كل المشروب صحي وكان من أسوأ المذاقات في بكتا أعتقد أن البراءة الاختراح هذه المفروض يحصلوا عليها الأمهات اليمنيات في كل بيت فعلا هذا القشور الرمان المطحونة موجودة في دوالي المطوخ ولو استخدمات جميلة مثل إضافته في الحنة وهذه أحد الطرق الطبيعية الموجودة في اليمن لكن فعلا هذه الاكتشافات هي مفيدة وشكرا لطالبة التي أضافت لها العلم هذا الإنجاز العظيم وننتقل إلى أمريكا ولجأت سيدة أمريكية لفكرة مبتكرة من أجل رفع حظها في المنافسة على وظيفة في شركة نايكي العالمية عندما قامت بإرسال سيرة ذاتية مطبوعة على قالب حلوة إلى الشركة بغية الحصول على الوظيفة حيث كتبت كارلي باف لينك من ولاية كارولونيا أو كارولاينا صحيح ولاية كارولاينا على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي المهني لينكت أن أنها تقدمت للمسابقة على وظيفة لدى نايكي الأمريكية العملاقة والمتخصصة في الملابس الرياضية كما أرفقت التعليق بصورة تظهر سيرتها الذاتية على سطح الكعكة بكل التفاصيل المتعرف عليها في هذه الوثيقة من اسم وشهادات أكاديمية وخبرات مهنية لكن كان في الكعكة فرقا وحيد هو أن السيدة الأمريكية كتبت اسمها بخط كبير في نهاية السيرة الذاتية في خطوة ترمي على أن يبدو من أجل تذكير مسؤولي الشركة العملاقة باسمها حتى لا ينسوها وكانت كارلي قد تعرضت للتسريح من عملها مؤخرا مما جعلها مهتمة بالعمل لدى عملاق صناعة الملابس الرياضية ويبدو أن الفكرة قد أثمرت إذ قالت كارلي أنها أجرت اتصالا مع مسؤولون في الشركة ولديها مقابلات قريبة مع بعض الممثلين يا سلام نتمنى لها التوفيق فكرة مبتكرة ومختلفة صحيح ويمكن هذه أحد الأشياء التي تساعد الشباب على لفت الانتباه والحصول على وظيفة بطريقة ذكية ونعتبرها فعلا حركة إبداعية وخاصة أنها تقدمت لشركة كبيرة جدا وأعتقد أنه آلاف إذا لم يكن ملايين السيرة الذاتية والناس يتمنوا أنهم اشتغلوا فيها فلفتت الانتباه فعلا صحيح والآن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود ابقوا معنا موسيقى حياكم مشاهدينا وإلى أولى تقاريرنا ومعرض تعليمي نوعي أقيم كبادرة شبابية لأول مرة في محافظة حضرموت استمر المعرض لمدة ثلاثة أيام في نادي متطورون وسط مدينة المكلة وشهد فعاليات لخريجي الثانوية العامة حيث ضم عددا من الأركان الخاصة بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية إضافة إلى الأركان التعريفية بالمنح الدراسية نتابع التقرير موسيقى كاميرا برنامي صباح بالقيس تسلط الضوء اليوم على معرض تعليمي نوعي أقيمها كبادرة شبابية لأول مرة في محافظة حضرموت تعالوا لنتعرف سويا على فكرة المعرض وأهداف على مدى ثلاثة أيام احتضن النادي متطوعون وسط مدينة المكلة فعاليات المعرض خريجي الثانوية العامة حيث ضم عددا من الأركان الخاصة بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية إضافة إلى الأركان التعريفية بالمنح الدراسية وتقوم على تنظيم المعرض شركة تسويقية شبابية ناشئة كما يهدف إلى تنوير الخريجين وتعريفهم بمجالات الحياة المختلفة معرض الجامعات والمعاهد هذا معرض يجي مع الجامعات والمعاهد كلها في ساحل حضرموت الهدف منه أنه تسهيل إجراءات التسجيل والوصول إلى الجامعات بسبب بعد المسافات فيما بينها الجامعات هذا الأمر أيضا يميز الطالب بمعرفة التخصصات الجديدة في هذه الجامعات ربما لن يستطيع الوصول إليها بسهولة قيم المعرض بمشاركة أربع جامعات حكومية وخاصة من بينها جامعة حضرموت وجامعة العلوم والتكنولوجيا وكذا أربع مؤسسات تعليمية رائدة وثمانية معاهد صحية وتدريبية حيث استهدفت الفعالية المقبلين على المرحلة الجامعية لتوفير عنهم جهد البحث والوصول للتنقل بين الأركان المختلفة للإطلاع على الفرص والتخصصات المتنوعة لدى الجهات التعليمية المحلية لتحديد مسار مستقبلهم طبعا أنا من الطلاب الحاصلين على المركز الثالث على المستقبل الجمهورية وأحد الطلاب خرجية الثانوية العامة في الفترة الماضية كنت أبحث عن تخصص مناسب لشخصيتي فلما جيت إلى هذا المعرض لاحظت أن هذا يعني جدبني مجموعة من الأركان حتى ساعدتني كيف أختار تخصصي الجامعة فاخترت تخصص الآيتي لأنه وجدت هذا تخصص أكثر مناسب لشخصيتي وأيضا اكتشفت مجموعة من المعاهد التي تعطي للطلاب داعم معنوي ومادي وتساعدهم في مسيرتهم التعليمية وصراحة فكرة هذا المعرض فكرة جبارة الارتقاء بمستوى التعليم العالي وتشجيع الشباب على مواصلة الدراسة والتقاء تخصصاتهم بالشكل المناسب حسب ميولهم ورغاباتهم هذا ما تمحورت حوله أهداف الفعالية بما من شأنه عكس صورة مغائرة لواقع التعليم في البلاد على هامش المعرضي جرى تنظيم عدد من المسابقات المتحدة وكذلك تقديم جوائز نقدية وفرص تدريبية ومنح دراسية إضافة إلى إشار مركز خاص بالترجمة والتدريب وجدت هبا بحسين أستاذة اللغة الإنجليسية بجامعة حضرموت فرصة مناسبة في المعرض لإشار مركزها الخاص بالترجمة والتدريب كجالب تسويقي لمشروعها ونقطة انطلاق وقدمت خلال الفعالية فيديوهات تعليمية للطلبة مشاركتنا في معرض المعاهد والجامعات كانت فرصة جميلة لنا للإشارة الرسمية للمكتب وكذلك كوسيرة للتسويق والترويج لخدماتنا في المجتمع طبعا من الخدمات التي قدمناها خلال ثلاثة أيام التي كانت تستهدف الطالب قمنا بتقديم مجموعة من الفيديوهات التعليمية الخاصة باللغة الإنجليزية للمسوة المبتدئ من إعدادنا وإنتاجنا قمنا بتقديمها لجميع الطلاب طبعا عملنا إعلان قبل كذا أن نجيب فلاشك ونعطيك الفيديوهات الموجودة بدون مقابل سعيا مننا لنشر العلم والفائدة إقبال مميز شهده المعرض الأول من نوعه في حضر موت طيلة الأيام الثلاثة تعرف خلالها خريجو الثانوية هذا العام على المنح الدراسية والتخصصات المتنوعة كما حظي بتفاعل مجتمعي واسع حمد عمر لبرنامج الصواحي بالقيس المكلة فعالية مهمة جدا بالأخص للشباب المقبل اليوم على دراسة الجامعة واختيار التخصص مع هذا الكم الهائل من التخصصات الجديدة فعلا يشعر الكثير بالحيرة لاختيار التخصص الذي يناسب هواياتهم وشخصياتهم وبما أنه هذه الفعالية تستهدف الشباب وفئة معينة حلو أنه كمان يستخدموا بعض المؤثرين اللي عندهم شعبية كبيرة على السوشال ميديا في تشجيع الشباب على حضور هذه الفعاليات والتفاعل معهم صحيح وديان وننتقل الآن إلى فقرة ناتاليا صحيح وأشهر نظام تشغيل موجودين حاليا في العالم هما أندرويد ومن انتاج شركات جوجل الأمريكية ونظام آي أو اس الخاص بآيفون وأجهزة أبل وهما النظامان الأكثر انتشارا واستخداما في معظم دول العالم وعند شراء هاتف ذكي في هذه الأيام فستكون فرصة وجود نظام التشغيل الخاص بالنظامين مرتفعة جدا حيث استحودت هاتان المنصتان على أكثر من 99% من جميع الهواتف الذكية الجديدة صحيح وليس فقط الهواتف حتى الأجهزة وديان وحين نقارن بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية لا بد من ذكر هذين النظامين الأكثر شيوعا ولهذا سنتطرق اليوم لبعض المميزات والاختلافات بينهما حتى نسهل للمشاهد المتقدم على شراء هاتف ذكي أو حتى جهاز يختاره بما يتناسب مع ما يحتاجه وللحديث أكثر مشاهدينا يسعدنا أن نستضيف معنا الخبير في الإعلام الرقمي عبداللطيف نجم ويسعد صباحك يسعد صباحكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك تعرف أنه في معارك كبيرة حول موضوع الأندرويد وجهزات أبل وهناك انتشار كبير واستحوات كبير من هاتين الشركتين ويمكن أنني سأقول له وديان هيدا أنا في حارة خفية هنا فعلا فيه استخدام كبير لهاتين الشركتين وهي ودياننا تقريبا من شركة هي من جماعة أبل الأبل وأنا جماعة الأندرويد نبدأ معاك اللي هو نعرف أولا ما هو نظام الأندرويد وما هو نظام الآيو اس تمام هم النظامين بشكل عام هي اسمها أنظمة تشغيل نظام التشغيل حتى نبسط الصورة للمشاهدين الهاتف أو أي جهاز لوحي خلينا نحكي حتى التابلت أو الآيباد أو غيره هو عبارة يتكون من شكل الشكل الأول هو الهاردوير بمعنى الشاشة والبرسيسر المعالج والرامات والذاكرة وإلى كريم هالأمور الشكل الثاني هو النظام اللي بيسمح لي أني أدخل لهذا الجهاز كيف يعني أدخل؟ يعني أدخل للجهاز وأبدأ بتحميل التطبيقات وأربط هذه التطبيقات ببعضها وأدير أنشطة التطبيقات وأخر لذلك هو أكثر من كونه جهاز تشغيل هو جهاز تشغيل وإدارة للتطبيقات يعني أنا من خلاله أدخل للمتجر أنزل التطبيق أحدد كل تطبيق كم سيستحوذ على نسبة من الذاكرة والله إيش التطبيق الأنسب إلي إيش التطبيق المش أنسب لي فبدون نظام التشغيل فعليا يصبح هذا الجهاز لا قيمة له يعني أنا لا أستطيع أن أدير أي عملية أو أي نشاط على الجهاز اللوحي أو الهاتف حتى أجهزة الكمبيوتر بالناسبة لها أنظمة تشغيل مثل الويندوز غيره الكاميرات يعني كثير ما في أي جهاز ذكي إلا أنظام تشغيل لأنه يتكون من شقين مثل ما حكينا هاردوير يعني خلينا نحكي المواصفات اللي أنا بختارها وتتحكم بسعر الجهاز ونظام التشغيل اللي بيخليني أقدر أدخل على هذا الجهاز وأمارس نشاطي داخل هذا الجهاز بأرياحية طبعا هناك عدد كبير من أنظمة التشغيل بالمناسبة لكن أشهرها مثل ما أشرته بالمقدمة هما الأندرويد والآيو أس يعني ممكن لأنه هما أكثر يعني تطبيقين سهولة في الاستخدام وانتشار الأندرويد لأنه سهل في الاستخدام وآيو أس لأنه حصرا أنت لا تستطيع أن تستخدم جهاز الأبل إلا بنظام التشغيل لهذا طيب والأني قيل الفروقات بينهم ما بين نظام الأندرويد والآيو أس الفرق الأساسي أنه الآيو أس هو تطبيق حصري لأجهزة الأبل يعني أنت بتلاقيه بس على الآيفون والآيباد وأجهزة الأبل الأخرى لكن الآيو أس ممكن يكون موجود على أي جهاز أنت تقصد الأندرويد الأندرويد عفوا أس موجود على أجهزة على أنظمة أخرى مثل مثلا سامسونج هواوي أوبيبي يمكن هذا يخليه أكثر انتشارا وهذا يخليه أكثر انتشارا صحيح ممكن السبب أنه الشركة جوجل نفسها اللي طورت الجهاز يعني تسمح ببيعه لشركات أخرى فالشركة لما تيجي تصنع هاتف عوضا عن أنها تطور نظام تشغيل لا خلص فيه نظام تشغيل معروف والناس يعني تعودت عليه وألفته فبالتالي ممكن تشتري هذا النظام تشغيل ونضيفه لهواتفها طبعا فيه أنظمة أخرى لكن للأسف ما كتب لها النجاح بسبب خلينا نقول قلة عدد المستخدمين ويعني انتشارها ما كان بهديك مثل مثلا ويندوز موايل كان من أجهزة جوجل مشهورة بمناسبة أو من أجهزة نوكيا لما نوكيا تحول هاتف ذكي لكن ما كتب له النجاح بشكل كبير حقيقة كانت زمان نوكيا تستحوض على السوق لكن لكل زمان يعني يعني هو من يرفض التطور حقيقة في العالم الرقمي يعني بلاقي نفس المصير يعني نوكيا دخلت إلى هذا المضمار متأخرة وبالتالي لم تجد لها قدم في السوق طيب أستاذ عبداللطيف إذا تكلمنا مثلا عن الأفضل الأفضل يعني من بين هؤلاء الاثنين من حيث جودة التصنيع أيهما أفضل؟ إذا نتكلم عن أنظمة تشغيل صعب حقيقة أنك تعملي مقارنة من الأفضل هو بيرجع بنهاية لذوق وطبيعة المستخدم يعني في ناس بتجد أنه لو مثلا أنت تفضلت تستخدم الأفضل لو جالسنا بجزن هون للصبح نقنع فيكي أن والله الأندرويد أفضل وأسهل في الاستخدام وأسلس وإلى آخرين ما حتختنعي لأنه صار تعود يعني هو في النهاي ممكن أول جهاز اقتنيته أو أنا اقتنيته الأبل مبكرا فبالتالي صار ألفة بيني وبين هذا النظام التشغيل وصرت أستخدمه بشكل أسلس وأسهل نفس الشيء بالنسبة لمستخدمي الأندرويد الناس اللي بيستخدموا أندرويد ممكن بيميله لإله لأنه يعني لو هتنقل بين براندات الموبايلات هو بنهاي يظله داخل نفس الـ فبالتالي ما بيوجد مشقة أنه ينتقل مثلا من سامسونج لشاومي لهواوي لأي نوع آخر من الأجهزة لكن اللي خلص بيحصر حاله في الآي او اس هو حصره رح يظله في الآيفون ويبدأ يكون شوية معه شوية فلوس يعني طيب بما أن نحن دائما نظن نظن أنه فقط برامج الأندرويد وكمان الآي او اس هو فقط موجودين في الموبايل ما هي الأجهزة التي تعمل على هذه النظامين وإن فعلا نجد هذه النظامين عشان فعلا يكون فيه عند المشاهد حالة من الوعي والثقافة حول هذه التقنية طبعا جميع الأجهزة اللوحية هي حصرا تعمل بهاي الأنظمة يعني لما نحكي آيباد أو تابلت مثل الموجود معاكم الآن أو الموبايلات حتى الآن صار فيه بعض الأنظمة الأخرى المتقدمة اللي مثلا التلفزيونات الذكية مثلا التلفزيون الذكي بيعمل على نظام تشغيل بالغالب بيكون أندرويد حقيقة فكثير اليوم الأجهزة الذكية اللي موجودة على الساحب تحتاج لنظام تشغيل مثل ما حكينا لأنه من الصعب أن أنا أدخل أو مش من الصعب من المستحيل أن أنا أدخل لهذا الجهاز وأستخدم كل الصلاحيات والإمكانيات والفاسيليتز اللي موجودة فيه بدون أن يكون عندي نظام تشغيل يخلينا أدخل له طيب الآن نتكلم مثلا عن الأنظمة لأجهزة الألكترونية كاللابتوب والكاميرات والشاشة وما إلى ذلك أي هما الأفضل؟ طبعا إحنا إذا نتكلم عن اللابتوب نتكلم عن إشي مختلف تماما هو ما بيشتغل عن أندرويد أو الآيوس اللي هم أنظمة تشغيل مختلفة أخرى اللي هي الويندوز في حالة الأجهزة العادية أو في أنظمة أخرى لأجهزة الأبل برضو مختلفة لكن في أجهزة الهواتف برضو هون يعني صعب تحكي مين أفضل ليش لأنه هل أنا الآن بقارن آخر إصدار من سامسونج مثلا بآخر إصدار من أبل وإلا آخر إصدار من سامسونج بأول إصدار من أبل بتعرف أن الصراع الآن محمون يعني والتطور الآن اليوم إذا جبت جهازين وحططيهم جنب بعد فعلا تكاد تكون الفروقات يعني طفيفة جدا لأنه صارت المنافسة اليوم على الكماليات بطرت على الأساسيات يعني قديما كنت تجد فروقات جوهرية في المنافسة بمعنى أنه هذا مثلا الذاكرة تاعته ثلاث أضعاف الذاكرة تاعة هذا أو مثلا الشاشة ضقتها أربع أضعاف ضقة الشاشة اليوم كل الأجهزة هي عالية الضقة من حيث الشاشة عالية الضقة من حيث الكاميرا سرعة معالجة مهولة جدا اليوم صارت المنافسة على مساحات ضيقة جدا إنه والله هذا مثلا يعني مثلا اليوم الناس اللي بيشتغلوا بهذا المجال اليوتيوبارز اللي بيشتغلوا بالتقنية كيف اليوم يجيب الجهازين ويشغلهم مع بعض بيقول لك شوف هذا اشتغل والله بخمسة عشر ثانية هذا بأربع عشر ثانية يعني لاحظوا كيف صارت مجال المقارنة ضيق جدا إنه وصلنا نقارن مين بيشتغل أسرع أو مين بيلتقط صورة أسرع أو والله مثلا ألوان الصورة بالنسبة لهذا الجهاز مختلفة عن ألوان الصورة بالنسبة لهذا الجهاز فمساحة المقارنة صارت ضيقة وربما اليوم حقيقة صارت محصورة فقط بالأسعار إنه والله هذا آخر إصدار من سامسونج سعر رسين بينما آخر إصدار من أبل سعر رسين ضرب خمسة طيب إذا الموضوع محير لهذه الدرجة خلينا نتكلم مثلا عن شقة الأمن يعني كيف يمكننا التعامل مع أمن النظام وكيف يرى خبراء الأمن الرقامي بالنسبة للأفضلية ما بينهم يعني حقيقة ما يتداول أنه أجهزة الأبل أكثر أنا عندي قصة أصلا يعني أكثر صعوبة خلينا نحكي من حيث الاختراق شوفي ما فيه ولا جهاز يصعب اختراقه في العالم تمام أو مستحيل اختراقه كل الأجهزة ممكن اختراقها وهناك برمجيات وهناك لكن أجهزة الأبل حقيقة أكثر صعوبة متقدمة أكثر في موضوع الحماية لكن لا يعني أنه ما فيه برامج حماية يعني للأجهزة الأخرى ممكن أنا أنزلها من المجر بعضها مجانية وبعضها مدفوعة بتضيف جدر حماية أخرى للأجهزة الأخرى اللي بتعمل بنظام أندرويد وبالتالي حتى في هذا المساحة صارت يعني مجال المقارنة ضيقة لكن لا زالت أبل حقيقة متقدمة قليلا في هذا الجانب باعتبار ويكاد يكون أنه هذا السبب الرئيسي أنه البرمجيات اللي بتشتغل فيها يعني أبل وآخره معظمها هي برمجيات من تطوير الشركة نفسها يعني أنت اليوم تستخدمي متصفح سفاري من تطوير الشركة نفسها بتستخدمي مثلا المتجر من تطوير الشركة نفسها حتى التطبيقات اللي بترفع ترفع على المتاجر يعني جوجل أكثر مرونة في قبول التطبيقات من أبل أبل شوية معقدة في قبول التطبيق والسماح برفع التطبيق وهذا بيعطيها شوية خصوصية أعلى من من الآيواز هذا اللي خلاني أنتقل من جهزة الأندرويد لأنه زمان أنا ضع علي مثلا تلفون أندرويد وحصل عندي من اللي حاولي صدمة كبيرة يسهل اختراقه بيعيسحبوا كل البيانات اللي في بيعيسحبوا كل الصور ومن هذا كليوم أنا أستخدم هل هو إذا ضاع وقع بيد حدا سواء كان أندرويد ولا كان آيواز يعني المسألة مسألة وقت حتى تفكي الشفرة ويدخلوا له كثيرا لكن كاختراق عن بعد أنا بتكلم لا الآيواز يعني أكثر أمانا لكن ليس مستحيل يعني هاي مسألة مهمة يعني بحاجة أنه نكون منتبهين لشو المواقع اللي مفتحها لشو الروابط اللي نتنقل داخلها لإلى آخر إلا أنه برابط بسيط ممكن يعني يتم باختراق الجهاز ويتم إسقاط منظومة الحماية كاملة طيب أستاذ عبداللطيف هل هو صحيح أنه فعلا أنظمة الآيواز يعني أكثر تعقيدا من نظام الأندرويد ولا هذا الكلام غير صحيح أنا أشعر أنه هذا بيرشع لطبيعة المستخدم بمعنى أنه قديما إحنا لما كنا نستخدم مثلا أجهزة النوكيا كان في عنا مشكلة أنه ننتقل من النوكيا لأي إصدار آخر لأنه تعرف نوكيا كان سهل استخدام كذا لكن لاحقا لما بدأنا نتنقل بين الأجهزة خاصة لما نوكيا ما طورت أجهزة ذكية بمستوى يليق بحجب السوق يعني في البداية وجدنا صعوبة لكن لاحقا صارت كثير فاميليار وسهل استخدامها والتعامل معها فهو بيعتمد على يعني الفترة الزمنية اللي بتمضي على المستخدم حتى يقلث هذا النظام ويبدأ يتعامل معه كذا إذا أنت انتقلت من النظام سواء أصلا من أندرويد لأي او اس أو العكس راح تجدي صعوبة في البداية أو خلينا نحكي مش صعوبة راح تجدي يعني شوية صعوبة في فهم أنه يعني مثلا الكاميرا يعني طريقة التعامل معها من هنا غير من هنا مثلا كيف أنا أظهر الهيستوري كيف مثلا يعني أشبك الواي فاي يعني شوية مختلفة في النظامين لكن مش بهذاك التعقيد اللي ممكن يعني تكون عائق بيني إني أنا أنتقل من نظام لآخر عادي ممكن أنتقل من نظام لآخر وأتعايش معه مع الوقت لكن أنا ضد حقيقة كلمة أنه أكثر صعوبة أو أكثر سهولة هو بيعتمد على الاستخدام كل ما أنا استخدمته أكثر وفي عنا تجربة هي انتقلت من نظام لنظام ممكن في البداية واجهت مشكلة كان شوية صعب عليها أنا تتعايش معها لكن مع الوقت بيصير سهل ومرين جدا يعني طيب موضوع تخزين البيانات نقل البيانات هل هناك مساحات أكبر أنت برأيك ميزات كل نظام من حيث تخزين البيانات اليوم النظام يعني حقيقة بيتيحوا خدمة التخزين السحابي يعني بكون الموبايل أو الهاتف بتعرفوا بيجوا بذاكرة معينة 16, 24, 38 إلى آخر 64 من الجيجا وبتيحوا خدمة التخزين السحابي إذا ما كفت بمعنى أنا ممكن أشتري سواء على آي كلاود أو على مثلا الجوجل درايف للأندرويد وبقدر أرفع كل بياناتي على أربطها يعني وعملها السينكونيزيشن وتصير تلقائيا أو أنا بضغطة زر أنقل كل بياناتي صواري قائمة الاتصالات الخاصة في فيديوهاتي على المكان السحابي هؤلاء وبقدر أفتحها من أي مكان من جهاز الكمبيوتر أو لما أجيز يعني عفوا أحضر جهاز جديد ممكن أستولد هذه البيانات مرة ثانية فالمسألة ما عادت بها ذاك التعقيد سابقا يعني سابقا كنت أنت تجيب الجهاز بذاكرة محدودة إذا بدك ذاكرة أكثر تروح تجيبي كرت الذاكرة عفوا نوضي فيه حتى ترقي هاي الذاكرة أو تستبدلي الجهاز اليوم لا بتربطي بالخدمة السحابية طبعا هي خدمة مدفوعة تشتر أنت المساحة اللي بدك هي يا الله كذكرتني بقصة الذواكر هذه كم كنا نتعب فيها طيب حتى أنه وديان قبل يومين كانت تتكلم على تحديث أنظمة الآيفون وتحديث الأنظمة فأنا حابة كمان أتناقش على هذا الموضوع فأحيانا فعلا بعض المستخدمين لا يعرفوا كيف يقومون بتحديث أنظماتهم الخاصة بأجهزاتهم بانتا من أين نعرف أن نحدث هذه الأنظمة وكيف أصلا نحدث هذه الأنظمة؟ طبعا مسألة التحديث مسألة مهمة جدا لأسباب كثيرة أولها تتعلق بالحماية يعني أحيانا بعض أنظمة الحماية بتتعامل مع مستوى معين من الإصدارات من إصدار التطبيق من إصدارات الـ operating system هو نظام التشغيل فعشان أنا يعني أنظمة الحماية تتعامل معها باستمرار لازم أرقي هذا الشيء باستمرار أيضا بعض التطبيقات اللي بتنزل بتقول لك ما بتتعامل مثلا مع الإصدار كذا بتتعامل مع الإصدار كذا المسألة بسيطة جدا أنت بمجرد توفر تحديث جديد هيوصلك تنبيه لهاتفك أنه فيه تحديث جديد وبتضغطي على الزر وبتبدأ تتابع تلقائيا هذا أولا أحيانا بعض الناس بيكون موقف التنبيهات بمجرد الدخول للمتجر أو عفا للـ sitting للخصائص سواء بالـ Android أو iOS راح تلاقي تنبيه أنه والله متوفر الآن إصدار جديد من الـ operating system الموجود عندك بتقدر نتحدثه فجيد من فترة إلى أخرى نحن نزور الإعدادات في الهاتف ونشوف إذا فيه تحديثات جديدة بحيث أنه ننزلها ونظل إحنا ماشينا على آخر تحديث موجود مع الأخذ بالاعتبار أنه بعض الهواتف تتوقف عند مستوى معين يعني ممكن يكون فيه تحديث جديد نازل بس هذا الهاتف خلص لا يمكن تفعيله آه ما بيقبلوه بدك تريح تشتري هاتف الأحداث هذا عشان برضو يضمن وبيع المنتجات الجديدة باستمرار طيب السؤال الأخير السعاد عبداللاطف نشتري آيفون أو نشتري أندرويد يعني أنا ما بقدر أجاوبك نشتري نفسه الحرب على المستوى الشخصي أنا بستخدم أندرويد لكن أحكي لك أنا شو معاييري أنا معاييري هو يعني الحاجة يعني أنت شو حاجتك اليوم اشتري يعني حتى ترى في الآيفون وهو فيه إصدارات كثيرة يعني تمام؟ يعني إذا الآن في عندك 14 ماكس وفي عندك 13 و 12 و 11 و 10 و انزلي ونفس الكلام في الأندرويد يعني ما بدي أحكي بس سامسونج فيه إصدارات كثيرة كثيرة مثل شاومي هواوي ودخلت بقوة ودخل بقوة وأسعارها ترى مش سهلة يعني أسعارها منافسة وفيها إمكانيات عالية فهو الاستخدام هو اللي بحدد يعني أنا مثلا هل هذا الجهاز أنا بدير شغلي منه بشتري له شغلي هيكون فيه يعني عليه هارد وورك كثير هأرهق الجهاز بالتالي أنا بحاجة للجهاز مواصفاته عالي حقيقة إذا كان والله شغلي لا أنا والله ألوه مرحبا وأسكر وأرد على واتساب وكذا أنا ما أجد ضرورة حقيقة إلا الرفاهية إن أروح باتجاه هاتفي يعني مستوى متقدم جدا الآن أحيانا أنت بتضطري جي بي آي او اس مثلا لأنه أنت بتشتغلي ببيئة عمل كل الأجهزة اللي فيها قبل ننتبه لأي نقطة يعني مثلا أنا اللابتوب بماك أو مثلا أنا المؤسسة حيندي فيها تطبيق هذا التطبيق موجود حصنا على الناس لأنه برضو من أنتبه مش كل التطبيقات موجودة على المتجرين حيانا بعض التطبيقات موجودة هنا بعضها هنا بعضها مشتركة بعضها هنا مجانية بعضها هنا مدفوعة فأنا قبل ما أجيب الجهاز بدي أشوف هل هو بيئة عملي التطبيقات اللي بحتاجها قديش أنا بدي والله إمكانيات الجهاز تكون عالية إلى آخرين وأيضا ميزانيتي ميزانيتي أيضا تتحكم في هذا هي كلها تصوب في خدمة المستهلك وهذا هو أهم الشيء وهذه الحالة التنافسية يعني نتمنى فعلا أنها تفيد المستخدمين أكثر من أنها تصبب معالك لنا لا 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 نسأل المستخدمين نصبب أذكية وما يكون فيه عندنا باستمرار يعني بدي أسمي شغف بديش أسمي إشي ثاني أنه أجرب كل شيء جديد كل شيء جديد يعني نجيب الموبايل ونستخدم ولا حد ما يستهلك وبعدين نغيره ما في مشكلة لكن بعض الناس حقيقة صار في عندهم يعني يعني نوع من الإرهاق المادي لأنه كل ما يجي الضار جديد وهوس بالضبط بده يعني يقعد يجربه وكذا فهذا الشيء أنا ما بفضله لكن كل واحد وإمكانياته وظروفه يعني أستاذ عبداللطيف نجم الخبير في الإعلام الرقمي شكرا لك لأنك يعني ما حسمتش الخلاف ولكن أفدتنا أفدتنا وأفدت المشاهدين بهذا الموضوع شكرا لك لك شكرا لك لك يعطيك ألف عافية إذن مشاهدينا هنروح فاصل قصير ونكمل معاكم باقي الحلقة يبقى معنا أهلا مجددا مشاهدينا وإلى تقريرنا التالي وعن الجوافة فواكه لها طاعم لذيذ ورائحة طيبة فوائد صحية متعددة منها أنها غنية بعنصر البوتاسيوم كما أنها تساعد على الحماية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفي موسم الخريف يبدأ جنيها ويعد قطاع غزة ومحافظة قلقيلية أكثر المناطق زراعة للجوافة في فلسطين التقرير التالي يأخذنا إلى مزارع الجوافة هناك نشاهد سويا الجوافة فاكهة الخريف التي يحرص هؤلاء المزارعون على الاستمرار في زراعتها برغم صعوبة ذلك خصوصا في قطاع غزة المحاصرة بفلسطين المحتلة فاكهة الجوافة فاكهة محبوبة عند أهل غزة الأسعار بدأت عندنا بخمسة شكل حسب العرض في البداية بيكون الانتاج قليل بعد أسبوع تقريبا أو عشر أيام السعر بيهبط بيصير بتناول الجميع تقريبا اليوم من أربعة شكل لثلاثة شكل يزداد إقبال الناس على شراء الجوافة في موسم جنها حيث تتوفر بكثرة في الأسواق وتعتبر مصدر دخل للعديد من المزارعين وعائلاتهم الجوافة تعتبر مصدر رزقنا تفتح مجال لتشغيل الشباب والبائعين في البسطات في المحلات أشجار الجوافة هذه دائمة الخضرة وهي معمرة وقادرة على تحمل تقلبات الطقس كما أنها تسقى بالماء العذب وهذا ما ضاعف صلوبة زراعتها في غزة التي تعاني من شح مياه الري وارتفاع الملوحة فيها بالنسبة للجوافة تواجهها عدة معيقات كانت بتواجهنا ملوحة المياه في المناطق الساحلية اللي في المواصي اللي هي الزراعة البدائية القديمة حالياً نحن نعتمد على الزراعة الحديثة اللي هي الري بالتنقيض فلكن بتواجهنا الملوحة في الآبار بنتوجه كل فترة بنبحث عن منطقة جديدة وبنبحر آبار جديدة نبحث عن الماء الحلو لأن الشجرة بتحتاج إلى ماء عدد الجوافة محاصرة أيضاً في قطاع غزة فالاحتلال الإسرائيلي يمنع تصديرها رغم الطلب المتزايد على هذه الفاكهة الطيبة لمداقها الحلو وفوائدها الصحية المتعددة سلام التقرير هذا ذكرني بذكريات حلوة ذكر لما كنا نسافر ما بين المحافظات في اليمن الباع اللي ما بين النقاط يعني يقبوا لنا هذه أكياس الجوافة كان طعمها لا يعلى عليه فعلاً واليمن مشهورة أيضاً بزراعة الجوافة بشكل كبير إلى جانب مجموعة كبيرة من المنتجات أهمها الرمان وكثير من الموز والعنب يعني موصلة فعلاً في كثير محاصيل زراعية متميزة لكن فعلاً يبقى للجوافة يعني مذاقها الخاص بالأخص في ورائحتها ورائحتها صحيح وديان والآن ننتقل إلى موضوعنا التالي موضوع خص التعليم يبقى التعليم أكثر الأشياء التي قد تأخذ حيزاً كبيراً في التفكير والاستفسار الدائم ونضع طالب العلم في حيرة ومحاط بكومة من التساؤلات عن أفضل المجالات والتخصصات والجامعات الذي يجب الالتحاق بها هذا إذا كان في بلده وهو يعرف كل تفاصيل الحياة هناك لكن يصبح الوضع مختلف عندما التحق الطالب في جامعات دول وهنا تكتر التساؤلات وتتضاعف الشكوك عن مدى مصداقية الجامعات واعتماد شهاداتها صحيح وديان بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بطرق التقديم والالتحاق بأفضل الجامعات وعن المجالات الأكثر أهمية وهل هناك مجالات أكثر أهمية عن غيرها للحديث عن الدراسة في الخارج وتحديدا في تركيا نستقبل عددا أو التي تستقبل عددا من الطلاب اليمنيين نستضيف هنا معنا في الاستوديو الإعلامي والباحث يوسف بشري سعد صباحك صباح النور سمية وصباح الخير وديان وصباح الخير أيضا على مشاهدي قناة بلقيس يا أهلا وسهلا فيك تعرف هذا موضوع يهم كثير من الطلاب اليوم التقديم على الجامعات معرفة أين يدرسوا ماذا يختاروا من الجامعات فنبدأ معاك يوسف بمعرفة ما هي أو كيف ما هي أكثر المعوقات التي تواقه الطلاب في الدراسة في الخارج إيش المعوقات هذه؟ أولا نحب أهاني كل الطلاب بكافة المستويات الدراسية بمناسبة العمل الدراسي الجيد 2022-2023 نتمنى للجميع التوفيق والنجاح وعام حافل بالنجاح والتفوق إن شاء الله في الحقيقة هناك معوقات كثيرة للطلاب الذين يدرسون في الخارج أولها يبدأ موضوع اللغة يعني ممكن أن تدرس الطالب العربي من اليمن أو من سوريا يذهب إلى مصر مثلا للدراسة لا توجد أعتقد معوقات كبيرة لأنه في ثقافة مشتركة في روابط مشتركة تاريخية في عامل تلعب دور في حالة من الاستقرار النفسي والبدء بخطوات سلسة أما المعوقات الأساسية في تبدأ أول موضوع اللغة هذا عنصر أساسي الطالب يأتي إلى تركيا يذهب إلى فرنسا إلى ألمانيا إلى أمريكا يحتاج لغة قوية الدراسة لا تحتاج لغة خطاب وحوار بسيط وسهل إنما تحتاج لغة أكاديمية قوية فموضوع اللغة هو فاصل وأحد المعوقات الأساسية أيضا موضوع الثقافة والاختلاف الثقافي نحن عندما نذهب إلى بلد آخر ثقافة جديدة بلد جديد مجتمع جديد حتى حالة طقص أكل مواد كافة التفاصيل الأمانات تشوكينا عائق خاصة لأشخاص اللي عندهم نوع من التبكالية في الحياة يعني الحياة التقليدية متعودة على نمط حياة معين إضافة إلى عوامل على رأسها الجانب المادي وكذلك البعد عن الأهل الاغتراب يعني كتب من صراحة الإشكاليات التي يجب تجاوزها من أجل الدخول في مودة الدراسة في مودة أن يكونوا طالبا مجتهدان ويحقق الغاية من ذهبه إلى الخارج صحيح فعلا موضوع الانتقال لبلد آخر هو موضوع يمكن يشكل خوف لدى كثير من الطلاب لكن يعني يوسف لو تقولنا إيش هي أهم المهارات التي يجب أن تتوفر لدى هذا الطالب اللي حين تقل مرحلة جديدة مرحلة جامعية وكمان في بلد غير بلده باعتقادي أن أبرز المهارات التي يجب أن يهتم بها الطالب قبل ذهبه إلى الخارج تعلم لغة أنا سأذهب إلى فرنسا يجب أن يكون لدي على الأقل البايسيك المصطفحة الأساسية المبادر الأساسية كي لا أتورط منذ دخولي إلى المطار بكيفية التعامل مع الآخرين فاللغة محاولة على الأقل حتى البدايات معرفة القراءة عن ثقافة البلد عن مهارات لأنه حيانا تفرق حتى طريقة السلام من بلد إلى آخر أنا عندما أذهب إلى تركيا فأحيانا هناك وسائل أو طرق مختلفة بالسلام ثقافة تماما مختلفة فالقراءة عن البلد تعلم ثقافة البلد تعلم اللغة إن أمكن حتى الأساسيات بالإضافة إلى محاولة أيضا معرفة الجانب الاقتصادي والمادي للبلد العملة تفاصيل الحياة أين يمكن أن أسكن ماذا يجب علي أن أفعل في أول أيامي ما هي الأوراق التي يجب أن أقوم بتجهيزها وما هي المعلومات التي يجب أن أحصل عليها قبل الذهاب إلى البلد أعتقد هذه المهارات يجب أن يتعرف عليها الطالب بالإضافة إلى مشاركته في معارض هذه المعارض التي تقوم بعرض الثقافات والجامعات التي الآن تقوم في دول مختلفة في الوطن العربي أو أيضا من مشاهدة اليوتيوب هناك حلقات كثيرة تتحدث عن هذه المواضيع ما هي المهارات اللازمة لذلك طيب يوسف بعد الصدمة الأولى والمعوقات هذه التي ممكن يعني لا سمح الله يواقهها الطلاب الآن يقول للاختيار اختيار التخصص يعني كيف يتم اختيار الجامعة خصوصا أنه اليوم نحن أمام عدد كبير جدا ولا معدود من الجامعة سواء الحكومية أو الخاصة صحيح نحن الآن في اسطنبول يوجد أكثر من أربعين جامعة هذه فعلا تشكل مشكلة حقيقية أما ما طالب أي جامعة تنسى أختار ما هي الجامعة الحكومية أما الجامعة الخاصة في عوامل كثيرة تلعب دور على رأسها الجانب المادي أنا إن كان جانب المادي معقول يساهم في أن أدخل في جامعة خاصة الفرصة أسهل أدرس بلغة عالمية ستكون هي فرصة أفضل أما لو كانت مادية محدودة فأسأضطر لخيارات المدن الصغرى أنا مثلا أدرس في مدن كبرى مثل باريس وإسطنبول وبرلين وهذه المدن الكبرى تحتاج إلى مادية أعلى إلى مستوى دراسي أعلى إلى لغة رصينة أكثر من أجل المنافسة لأنه هناك منافسة كبيرة في الدخول إلى جامعات المدن الكبرى على رأس المدن التي ذكرتها قبل قليل فلذلك أعتقد أنه الطالب بناء على تخصصه على معدره الجامعي بناء على قدراته المادية بناء على قدراته التحملية على موضوع أننا سأتحمل العيش في مدينة كبرى مثل إسطنبول بزحمتها بتفاصيل حياتها المكتضة أم أنني أريد مكانا ساكنا أستقر فيه وتستقر نفسيتي في المدن الصغرى على أطراف البلدان مثل تركيا أو ماليزيا أو فرنسا أو ما إليها طيب يوسف أنت تعرف الآن في مكاتب كثيرة لتساعد الطلاب على اختيار الجامعات هل تنصح الطلاب اليمنيين أنهم يتوجهوا لهذه المراكز أو يتوجهوا فقط إلى الجامعة مباشرة والتعامل مع المكاتب الموجودة هناك لمعرفة هذه الأشياء التي ذكرتها كلها من حيث التخصصات والأسعار وغيرها أنا أعتقد أن المكاتب التعليمية أو الشركات التعليمية أصبحت توفر معطيات كثيرة للطالب الذي يريد أن يدرس في الخارج فهي تقدم استشارات مهمة لكن أنا أريد أن أوجه نصيحة مهمة في هذا الموضوع أن يحرص على اختيار شركة تعليمية أو شركة استشارات تعليمية متخصصة ولديها مستوى شغل حرفية عالية من أجل لا تحصلوا صدمات وممكن لا يحصل النصب أو ما إلا ذلك فلذلك هذه الشركات التعليمية أصبحت فعلا توفر رافد معلوماتي مهم للطالب الذي يود الدراسة في الخارج لكن أن يتحرق اختيار الشركة أو سركة الاستشارات التي تعمل بمستوى حرفية عالية أيوة طيب الآن نجي البدء في عملية التسجيل للدراسة متى يجب أن يبدأوا بالتسجيل علشان تكون فرصته أكبر بالالتحق فعلا هل مثلا يبدأ التسجيل من اليمن أم يكون التسجيل وقت الوصول إلى البلد لا بلا شك الآن أصبحت المعوقات كثيرة لا يمكن أن الطالب أن يقدم إلى البلد ثم يسجل إلى تلك الأثناء يجب عليها البدء غالبا تبدأ الجامعات من شهر 6 تخيلوا أن بداية فصل الصيف أو بداية الإجازة الصيفية تبدأ كثير من الجامعات وخاصة الجامعات التي بها المنافسة عالية أو أحيانا بعض الجامعات تبدأ قبل حتى في نهاية العمل الأسبق فلذلك يجب أن يكون قد استوفى كافة الشروط من وثائقه اعتمدها وترجمها وجهزها في شهر 6 أو 7 غالبا الجامعات تكون قد فتحت الأبواب وقد فتحت باب المفاضلات على كثير من الجامعات وكثير من الطلاب فيجب أن يكون الطالب قد بدأ من هذه الأثناء والذين يريدون أيضا التقديم على المنح الجامعية في دول أوروبية أو الدولة مثل تركيا أو ماليزيا أو ما إليها تبدأ كثير من المنح في شهر ثلاثة في شهر مارس تبدأ التقديم على منح على رأسها منح الحكومة التركية وبعض المنح في الدول الأوروبية فالتسجيل يكون باكرا ما هي أكثر الأخطاء التي يقع فيها الطلاب لكي نتجنب الوقوع فيها هذا السؤال مهم وقعنا في بعضها نحن من الطلاب الذين أتينا للخارج في عام 2015 قبل قرابة 7 إلى 8 سنوات الإشكالات التي يجب أن يتجاوزها الطالب أو يتحرها الطالب قبل قدومه هي موضوع اعتماد كافة الوثائق شهادة الثانوية العامة أو شهادة الجامعية لو كان ذهب لدراسة الماجستير بالإضافة إلى تجهيز كافة الاحتياجات على رأسها الجواز مترجمان الوثائق التي ستساعده لدخول الجامعية إذا كانت لديه لغة ويريد أن يدرس بتلك اللغة إذا كانت لديه مستوى عالي باللغة الإنجليزية يجب أن يكون الإنجليزية كشهادة مجهزة بالإضافة إلى التعرف على ثقافة البلاد الدراسة عنها عن المدينة عن الجامعة عن كثير من التفاصل كي لا يذهب وهو خاوي على عروشه إنما يذهب لديه من المعلومات ومن إيه من الوثائق من التجهزة اللازمة كي تساعده في التخفيف من الإشكالات التي قد تواجهه في بداية مسيرة دراسته الجامعية طبعا أنت مش في بلادك لازم تستوفي كل الشروط يعني وبعد أن الوحد ما يسافرش بسهولة بالضبط حالي الخاصة تعقيدة صارت أكثر مع حالة الحروب والكورونا ومعنى ذلك عززت فكرة الصعوبات التي كانت موجودة سابقا أيضا طيب أنت كشخص درست في تركيا وماذا تنصح الطلاب يعني هل يدرسوا بجامعات اللغة الأساسية فيها اللغة المحلية للبلد أم مثلا تفضل أن يكون هي يعني جامعات باللغات عالمية إيش رأيك في هذا الموضوع؟ والله يلعب في هذا الموضوع لغة البلد ومستوى البلد الاقتصادي يعني مثلا بطبيعة الحال لو أنا ذهبت إلى فرنسا بطبيعة الحال يفضل أن أدرس باللغة الفرنسية وخاصة إن كان لدي طموح في الاستقرار في فرنسا والعمل في فرنسا بينما أريد أن أذهب إلى الهند لا يمكن أن أخذ اللغة الهندية كان لغة للدراسة إنما أخذ اللغة الإنجليزية لأنها لغة عالمية وبسبب أيضا قلة فرص العمل في الهند أو فكرة الاستقرار لا تكون حاضرة بقوة فيفضل أدرس بلغة عالمية على رأسها اللغة الإنجليزية في الدول التي مستوها المادي ومستوى الاقتصادي أو فرص العمل فيها قليلة أو لا توفر فرص استقرار قوية بينما إن كانت دولة قوية مثل ألمانيا أو فرنسا أو بعض أيضا الدول مثل أمريكا وكندا يفضل أيضا الدراسة بلغة البلد التي هي أيضا لغة عالمية اللغة الإنجليزية طيب إلى جانب الاستعدادات نقول اللي هي غير مخطط لها أو مفاجئة زي تكوين العلاقات الجانب النفسي اللي ممكن يتعرض له الطالب هنا في الانتقال لبلد آخر إيش هي النصائح اللي تقدم له وبالأخص تكوين العلاقات في بلد جديد يعني يكون فيها صعوبة كبيرة ماذا يجب أن يفعل الطالب عشان يخلق حالة من الاستقرار النفسي اللي يساعده للاستقرار في هذا البلد الجديد شامد لله الصدمة الظهرية طبعا أنا أريد أن أنبه إلى نقطة أن في تركيا مثلا يوجد أكثر من 6 ألف طالب يمني يدرسوا الجامعة التركية هذا رقم كبير جدا لم يكن سابقة جديدة أن يصل إلى هذا العدد هؤلاء الطلاب من أجل القدوم إلى تركيا من أجل الحضور إلى تركيا يحتاج إلى مجموعة من التفاصيل كي يتعرفوا عليها التواصل مع اتحادات الطلاب في الخارج سواء كانوا يمنيين أو غير يمنيين التواصل مع الأناس الذين درسوا في تلك البلد ما هي الأشياء التي يجب أن يتنبهوا إليها ما الذي يجب عليهم التجهيز له لقدومهم إلى ذلك البلد فهذه أمور أساسية يجب أن يتنبه إليها الطالب يحاول أيضا أن يعمل عليها قبل قدومه إلى بلد الاغتراب وبلد الدراسة فعلا موضوع بالأخص الانتقال لبلد جديد أحيانا يخلي الطالب يشعر بعدم الأمان أنت الأشياء التي ذكرتها مهمة جدا والجانب النفسي أحيانا يسبب للطلاب يعني فيه دراسات تتكلم أنه فيه طلاب في المهجر يعني للأسف ينتحروا بسبب عدم القدرة على تكوين مجتمع يساعدهم على الاندماج ويساعدهم على الاختلاط فهذه نقطة حساسة جدا يمكن في الغالب نركز على الجانب التعليمي ولكن نغفى الموضوع إنشاء العلاقات وتكوينها وهذه نقطة رائعة أنت ذكرتها موضوع العلاقات أيضا ليس فقط من أجل الدراسة والاستقرار هذا موضوع مهم الجانب الاستقرار نفسي وما إليه لكن أيضا فيما بعد الدراسة أنا لو أردت أن أشتغل يجب أن يكون لدي أكبر قدر من العلاقات من التجارب ليس فقط غالبا الطلاب الذين يدرسون في الخارج تنصب كل جهودهم وطاقتهم للدراسة فقط من أجل حصد معدل أعلى من أجل أن أخسر الجامعة هذا تصرف جميل لكن أن يرفضه بمجموعة من المهارات يطور نفسه في مجموعة من القدرات اللغات الدورات التدريبية التدريبات في الشركة التي مختصة في إطار تخصصه هذه كمان عوامل أساسية يجب أن يتلبه إليها الطالب الذي يريد أن يدرسها في الخارج أيضا حتى طلب الدارسين في الداخل أيضا يسف بشر كنت معنا اليوم بموضوع حساس كثير وإحنا على مشارف بدء عام دراسي وتسجيل الجامعات يمكن في شباب كثير محتارين نتمنى لهم كل التوفيق نتمنى لك أيضا أنت التوفيق شكرا جزيلا لكم أنا سعيدوا هذه الاستضافات شكرا لكم التوفيق أيضا إذن مشاهدينا فاصل رائعين خليكم معنا إذن مشاهدينا بهذه الفقرات نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم وختم هذا الأسبوع ونلقاكم بإذن الله بخير وبسعادة أنت كيف المعنويات بديان وإجازتك إن شاء الله تكون طيبة معنويات راحة وقراءة إن شاء الله وإن شاء الله كمانا للمشاهدين يقطون نهاية أسبوع سعيدة انتظرونا إن شاء الله في حلقة بداية الأسبوع بتوحشونا وبنوحشكم أنا متأكدة من هذا الشيء نلقاكم على خير في رعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر